نظم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت بالسيئون دورة تعريفية حول أهداف التنمية المستدامة لمنظمات المجتمع المدني وفي افتتاح الدورة أكد وكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي على أهمية الدورة لتوظيفها في بناء قدرات منظمات المجتمع المدني للوصول إلى المستوى المعتمد والمصادق عليه عالميا في المجال التنموي والإنساني ومواقبة التطورات الحديثة للنهوض بالمجتمع عبر تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدوره أوضح مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور عبدالله باجهام إن الدورة تهدف إلى وضع المنظمات رؤية للمشاريع والبرامج تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة لتسهيل مواقبة تلك المشاريع مع متطلبات المرحلة الراحلة